وضع القوة الجوية قدما في نهائي المنطقة الغربية لكاس الاتحاد الأسيوي بفوزها على العهد اللدناني بثلاثة هداف لواحد في المباراة التي يقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن ذهب نصف نهائي المسابقة سجل ثلاثية صقور كل من أمجد راضي وحمدي أحمد صالح سدير من علامة جزاء في دقيقة الخامسة والتسعين فيما جاء هدف العهد الوحيد عن طريق اللاعب محمد قدوح عند الدقيقة الثامنة والتسعين وستقام مباراة الاياب بين الفريقين الثلاثاء الخامس عشر من أيار الجاري على أستاذ المدينة الرياضية في بيروت